صباح الخير مشاهدي الجديد وإما كنتوا عام تشوفونا اليوم بحلقة شبابيك رح نفتح شباك الضو على ضيف ضيف رقيق مبدع فتان فينا نقول عرفنا عبر أغنيات باللغة المحكية حفظناها سكنت ذكرتنا وكمان رددناها طول الوقت شاعر فينا نسميه شاعر السهل الممتنع نحفظ أغنيه وما نعرف نعمل مثله رحبوا معي بضيفنا الشاعر الأستاذ نيزار فرانسيس صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بالجديد وبي صباح اليوم وبي شبابيك وبكل المشاهدين يلي معنا أستاذ نيزار نحن بشبابيك عادة بنفتح شباك الضو على مواضيع متنوعة إلى علاقة بالثقافة طبعا لأنه بنعرف الثقافة بتدخل بكل تفصيل بحياتنا وكل مرة بنحكي فكرة توعوية واليوم رح يكون معنا شي مميز بالنسبة للمشاهدين أنه ضيف موضوعاتنا رح تدور حوله فأول سؤال هيك بيطرح نفسه كيفك بس كيفك مش بالمعنى السائد كيفك عن جد كيفك يعني اليوم صارت أهم شي الواحد يكون منيح وصحته منيحة وإيامه منيحة بهك زرف وبهك وضع اللي بيقوله الحمد لله لازم يضل يقول الحمد لله واللي بيكون منيح بيكون مثل ما بيقوله بوزايد خاله يعني صعب يكون منيح طبعا الوضع العام بشكل عام الناس مش منيحة ومش مرتاحة ومش ريئة وينما كان نعم طيب نيزر كشاعر هش كشاعر هيك بتحسس الأشياء بطريقة أسرع من الناس اللي ما انهم شعارة مثلا هيك حسب ما يعرف الشاعر كيف يتلقى هذه الطاقة السلبية اللي عم تصير بالبلد هو لسان الناس مفروض يكون لأنه شاعر ابن بيقته مفروض يكون هو يترجم على حساس الناس ما بتقدري تكتبي اشياء فيها فرح والناس من حولك زعلاني ومقهورة بتكتبي أمل بتترجمي أحزانون وبتكتبيلون أمل لحتى يكون في عندهم تفاقل أنه اللي جاية أفضل نعم أكتر من هيك ما بيقدر يعمل الشاعر طيب فكرة الأمل استاذ نيزار الأمل ببلد مثل لبنان مش صارت قبلة مورفين أنه الأمل وبكرة أحسان وأجمل مش كأنها طاقة يعني مقصلة عرفت تقطع رأس من يطلوا منها بس ما عنا غيره ما عنا غيره هو الأمل هو الشباك بما أنه نحن بشبابيك والشباك الوحيد يلي عم بفوت منه الضاو على الظلم اللي نحن عم نعيشه طيب منين بتجيب الأمل استاذ زار علمنا نخلقه ونحن بنعمله نحن لازم نصنعه الأمل إذا ما نوجد نحن لازم نخلقه ليضل في عنا سبب يخلينا نكفي نبقى عندك أمل بهذا البلد؟ ايه أكيد أكيد أنا حدا أمل بشو؟ عندي أمل بأنه هذا البلد يعني هذه مراحل اللي بيمرق فيها مرق بمراحل اللي يمكن أصعب بكتير من هالمرحلة اللي نحن فيها وقطع وقطعنا واللي قبل مننا قطعه وتوصلنا نحن لهالقيم فيعني هذه مرحلة مفروض أكيد أنه لازم تنتهي وأكيد لازم أن البلد يكفي البلد ما بيوقف عند مرحلة هذه مراحل نعم طيب أنت كمواطن بعيد عن الشعر بعيد عن القديدة آخر شي أنا بقول الشعر يزور الحقيقة يعني بيخد الواقع على بعد آخر مش لازم يزور الحقيقة بمعنى أنه هو الرطوبة تبعول هيدا العالم القاسي صح؟ نتو بشعر هو نسمي هو نسمي بيعز الصيف بعز الشوب هو نسمي بيردي هو نسمي دافية كمان لما بيكون في سقعة كتير وبرد كتير بيجي هاك نسمي دافية تفيتنا والله هيدا هو الشعر الحقيقي نعم يلي بتحس في الناس لازم يفوت عبيوت الناس الشعر هو عصفور هو طير بيفوت عبيوت الناس كلها من شبابيكا من على بيوت بدون استئزان بيلقوه صار بيناتهم يا أما بيفرحوا فيه يا أما إذا كان هيدا الطير مش حلو وبشع وطير تشاؤمي رح يتدايقوا نعم فاللي بيكتب يعرف شو عم يكتب ويعرف كيف يكتب وبأي ظرف يكتب لأنه الناس ما بتتقبل ما بتتقبل الإشياء اللي بتزيد من أحباطها وبتزيد من مناقصها يعني طبعا لأنه عايشين دو وضع نفهم منك أنه الشاعر شغلته يفرح الناس ولا عنده شغلته بش يفرح عند أشي عنده وراء لما بتكون الناس بحاجة للفرح ايه أكيد شغلته يفرح الناس وواجبه يفرح الناس بس لما كمان بيكون في أحباط لازم يعطيهم أمل جرعة الأمل كتير مهمة للناس مثل لما عملت أغنية لبناني تنقول غطي الشمس بفيش بينا كنا عايشين بأحباط وكنا مثل العادة ما كان فيه تشكيل حكومي صارنا ستة شهر سبعة شهر والعالم يقسيني وتعبيني فجيت أعملت غطي الشمس بفيش نعم من شهر تحفظني كرجة ماء هايدي جرعة أمل للناس نعم أنه أنت بيك في أنك لبناني تتكون أنت أفضل تتكون أنت أحلى تتكون عندك فخر تتكون عندك أمل فهيدي الجرعة جرعة الأمل حلوة بالوقت اللي بتكون الناس بحاجة لقلة نعم طب عمليا خلينا نكون كثير حقيقيين وأنا بدأ اعتمد على صراحتك على فكرة لأنه حضرت المقابلات اللي حضرت أنا هيدا الحلقة ولقيت أنه حدا واضح كثير فخلينا استغل لهذا الوضوح عمليا عن جد بيك في أنك لبناني مش أنت اللبناني بيك في أنه هو لبناني شو لازم يعمل شيء ما عمله ما عم بيعمله شو المسئولية اللي عليه ما عم بيعملها ما عم بتحملها بيك في أنك لبناني أنه نحن موقعنا الجغرافي كبلد نعم وموقعنا التاريخي كتاريخ مرأ علينا والمراحل اللي مرأ فيها هيدا البلد من ألاف السنين لليوم بيعطينا بيعطينا هيك بيعطينا أحساس أنه نحن سيبتين نحن بلد مش متحرك نعم متجدرين بال نحن بلد سيبت في هذه المنطقة في هذا الشرق في هذا العالم والدليل على أنه مرأة كتير أشياء أصعب من هالأيام وضلينا بطرحنا وضل هيدا البلد وضل اسمه لبنان من ألاف السنين نعم فنحن بيكفينا أنكم بس هيدا الشي لازم يعطينا حافز أنه نصنع الأفضل هيدا المشكلة اللي عم يعيشها الشعب اللبناني اليوم أنه عم يقدر يتفق على الأفضل عم نختلف حتى على الأشياء اللي بتنفعنا كلنا نعم وبتفيدنا كلنا وبتصنع من الغد هو غد أفضل عم نختلف عليها هيدا المشكلة طيب رأيك اللبناني اللبناني بيتفق على هوية واحدة يعني هل تعدد الهويات عند اللبناني بيعمل هيدا الإنقسام بلبناني هيدا نتيجة الحرب الأخيرة اللي صاري الحرب الأهلية عملة شرخ كتير كبير مش عم نقدر نرممه لأنه الانتماء عندنا روح الانتماء شوية عم بتخف وهيدا اللي لازم يقوم فيه كل المثقفين وكل الأدباء وكل الشعراء وكل صناع الأعمال التي تدخل إلى بيوت الناس بدون استئزان لازم نقوم فيه لازم هيدا الشيء يوصلوه هيدا المساج يجب أن تنزرع بكل بات الانتماء لهذا البلد ثقافة الانتماء بلشت تنفقد عنها نحن ننتمي إلى أكثر من بلد قبل لبنان وهي مشكلتنا الانتماء لازم يكون لبناني أولا والمصالح الوطنية وهي شكل كتير مهمة المصلحة الوطنية العامة لازم تكون فوق كل المصالح للأسف كرميل كامل شو بتقول للشعب اللبناني أنت شاعر ومؤثر كمان مش بس شاعر هيك يا عكامرتك جملة لأنه فيه انتخابات جاية هيك جملة تحذرهم من شيء تنصحهم بشيء شو بدي أنصحهم بدي أقول لهم بدي أقول لهم أنه نحن يعني منقدر نعمل أمل منقدر نصنع منقدر نكون سوا منقدر نغير منقدر نغير أكيد منقدر نغير لأنه إذا اتفقنا على التغيير منقدر نغير بس إذا ما اتفقنا على التغيير ما رح يصير في تغيير ورح نظل مطرحنا ورح نظل نرجع لورا والتراجع إلى الوراء هو مميت لألنا مميت لأولادنا مميت للأجيال اللي جاي كرميل أولادنا لازم نحن نصنع التغيير ونقدم لونيه نعم شكرا لك على الرسالة عن جد اللي إله أكثر من معنى خلينا نفوت بالشعر عادة الكاتب مش عادة ما نقعد بس أنه بيكتب كرمالي عالج حاله كيف بيعالج نفسه من إحباطاته من كقابته من حزنه الشعر نيزاري فرانسيس إذا أنا بالتجي للشعر حقيقة أنا لما بكون مثلا عندي حزن معين أو عندي إحباط معين أو عندي بيئة خلق مثل ما بقوله وبدي عبر بعبر بالشعر بلتجي للشعر حتى لما بفرح بلتجي للشعر لأنه بعرف أنه هذا الشعر اللي عم بكتبه هو لسان حي للناس لأنه في كتار مثلي لما بيكون في وضع إحباط عام لازم أنا بدي عيشه وبس عيشه لازم ترجمه للناس نعم وهذا الشي طبعا بيأثر فيهن وبيخدهن على مشاعرك وأحسيزك يعني بيقول نحن الناس تشبه بعضا على كل حال بنفس القضايا صحيح بس الفرق أنه أنت بتكتبهن صحيح ربما بيعبره بطريقة تانية بس هنه شعرة لأنه شاعر اللي بيسمع الشعر هو نص شعر بيضل عند الشعر نعم بيصير شعر كامل لما بيلاقي ناس تتفهمه وتحبه وتتقبله أكيد أكيد خلينا نسمع هكي مقطع في اخترع بالك أو مش مقطع أصيدي كاملة أصيدي بتخترع بالك هلأ بهذا الصبح الحلو أنا إيماني بهذا البلد كتير مهم وبدي أقول بدي أقول من الصفر خليني أقول للبنان بدي أقول من الصفر لما ابتدى عمر الزمان والرب ودى النور من عنده يفتح دني وفجر البداية كان وصبحه ومسى وإيام ينعده الخالق بييده خلط الألوان مثل اللي عارف كان شو بده عمر جبل صوب السماء عاليان ولون روابي بيشبه وخده نزل شتي من العين على الوديان كرجة دموعه وارتوى ورده وفرفت حلى على السهل على الشطقان والموج ياخد سحر ويرده توجه بالأرض عطيه الصولجان والمجد صار صغير على مجده وضحت الصورة وكلني إيمان على الأرض لما صار في لبنان نضيعه شقفي بالسماء الله شو حلو الله هيدا لبنان لحنا لازم نحافظ عليه مظبوط وإذا حدا قبل ما يسمعك عنده كان هيك كفر يمكن بهيدا البلد هيدا البلد اللي لازم نشتغل هترجعوا بهيدا القصيدة هترجعوا على المسار هيدا نعمي من ربنا هيدا نعمي من ربنا أنا برمت كتير وسفرت كتير وشفت بلدين كتير جميلة وحلوة ومش جميلة ومش حلوة بس مثل هيدا البلد بتركيبته بوضعه بجغرافيته وبأهله وبناسه وبطريقة عيشه ما بلش به أي بلد آخر خلينا نحافظ على هالنيزة الحلوة اللي فينا بس اللي نازعشه طبقة سياسية نازعينه كام شخص عم يلعبوا بالناس عم يقدروا يتصرفوا غلط لمصالحهم الخاصة والناس عم تدفعك تمن نحنا عم ندفع تمن أخطاء غيرنا نعم مش عم ندفع تمن أخطاءنا خطاءنا الوحيد أنه ما عم نتلاقيه سوى وما عم نفهم بقى وما عم نفهم بقى أنه في حدا وفي اتنين أو تلاتي أو عشرة أو خمسة عشرين معدودين على الصبيع عم يتصرفوا تصرف مؤزي لهذا البلد ونحنا لازم نخلص حالنا منهم نعم هل بتربطك علاقات صداقة مع سياسيين؟ هيدا مش شيء ما بعرفه عنك أكيد أنا بس أخطيها بسياسيين يعني هن بيعرفوني وأنا بعرفوني بتسلم عليهم؟ وأكيد بدي سلم عليهم كونهم سياسيين ومعروفين وبيشتغلون بس في صداقة؟ صداقة لا صداقة شخصية لا أكيد لا أنا ما عندي يعني يعني ولا مرة كنت شاعر بلاط؟ لا ما بحب كون ما بحب كون محسوب على حدا يمكن بمدح وجه عام بمدح أشياء حالة وطنية بالبلد بيقوم فيها شخص أو بيقوم فيها فئة معينة فازن الحالي مش الشخص لكن هي للبلد ككل تخدم البلد بكامله أنا أكيد معها وأكيد بكون حدا على كل حال هي أنه إذا حدا بيربطوا صداقة مع سياسيين مثل بسياسيين لبنان هيدا شو إيداني أظن؟ مانا شي عظيم أنا متصورة معه بس أنا بحب الناس اللي مثلي بحب الناس اللي اللي بتتعب تتاكل وتتعب وتتشرب وتتعب وعنده إيمان بهيدا البلد مش بتطلع فيه من فوق بتطلع فيه من تحت هو أعلى بتشوفه كبير لهيدا البلد وبتقول أنا بدي اطلع لعنده أنا بدي حافز عليه هيدا يضلي كبير مش تطلع بالبلد من فوق للأسر والسياسيين بيطلعوا بلبنان من فوق لتحت وبشوفوه صغير وأنه هو لعب الدامة عم يلعبوا فيها وعمليين عم يلعبوا فيها في الوقت زيته هني بيكونوا حجر الدامة بإيد اللي برا بالزبط بالزبط هيك اتفقوا بعد الحرب الأهلية أنه هي حرب الآخرين على أرضنا صحيح وبعد ما تعلموا هيدا المشكل نعم فيك كمان شغلتين مميزين بالنسبة للشعراء أول شغلة أنك بتقول حسب ما قالتهم وقابلاتها أنه قصائد الحب اللي نحن حفظناها واللي غنت كتبت أول شيء أكثرها إلى زوجتك صح؟ وعاتة شعراء مش تحبين مع زوجتهم كانت قصائد كانت قصائد على دفتر يعني كانت قصائد لكن ترجمتها أغاني صرت ترجمها أغاني نعم بس أنه البزرين كتبت لزوجتك صحيح فشو السر العلاقة الجميلة مع الزوجة تحييتنا إلا طبعا تكون عم تحضرك إلا عاتة عم بلك الشعراء دائما بدون نساء موضوع ومتصالحة مع نفسك إن كان خارج بيتك أو ببيتي صح والصدق ما له لونين الصدق له لون واحد أكيد فالأغاني صرت حبيت بعد ما تزوجتوا هيك هاو كنت كنت أكتبهم قبل ما أتزوج بعد الزواج بعد الزواج صرت هيك ترجمهم أغاني لما صرت أكتب أغاني نعم فطلعوا حلوين يعني في كثير أغاني هيك قصصهم إلى معيني نعم عندك هيك أغنية قصتها هيك كتير حافزة إلى أثر رويتك كتير أنا عندي مثلا إن ما كتبتها بناءا على طلب كتبتها من عصار تروحك يعني لا أكيد ما كتبت أغاني على طلب أنا كتبت أغاني يعني مثلا تنقول أغنية صمعنا شي أغنية ليلة ورعدة وبردوريح كتبتها هيك أنا عم بحلو قدقني كما بقولوا أجت بنتي يارة كانت صغيري بعضا وكانت لما حطت كريم حلاقة تعمل هيك فأنا كنت أعمل حط على هيك على حواجبي من هون أبيض وعملها دقا وعملها بابا نوال طب بسيط عم بحكي أمه عم بقولها أنا ما بتعرف التلج يارة بعدها ما بتعرف التلج يعني كيف قالت لي أمه قالت لي لش أنا بعرف التلج خلقيني هون وما طلعت بعد بش أنف انتوا عم ينزل بتشوفوا بالصور قلت لها بكرة بتضايع عنا براس بعلبك بنا نطلعش نهار بالشتوية تكون عم تتلج وتكون عم تتلج بتشوفي التلج عم بصفلة التلج كيف الناس بقيت تروح تسحر عند بعضها ولأنه التلج طلعت للفكرة مش مثل الشتي التلج ما بيعمل صوت بس يكون عم ينزل برا خفي يقوموا تيفلوا الناس من عند بعض يلاقوا الطريق مغطى والدني كلها تلج تري بينزل على السكت فصورتها هاي قصيدة بحد ذاتها صحيح بينزل على السكت ايه بينزل على السكت ويضيع الطريق الواحد ما بيعمل بطل الطريق مبين ايهو الطريق وين الطريق فاكل هتلعت هاي القصيدة ويضل الناس عند بعضها يعني طيب خلاص ما تروحوا تناموا بباية تكون ناموا عنا الليلة لبكرة فكتبت ترجم تغني ليلة ورعد وبردو من اجمل الاغنيات اللي حفظناها وبعدنا لحدها اللي حفظناها وما بتموت تعالى فكرة نعم مين المطرب او الفنان اللي بتحب تكتب له وبعد ما كتبت له انا الحمد لله كتبت لكل اللي بحبون وكل اللي كتبت لهم ابدا ما نينيد ندمين و مين اللي ما يعني ما عندي طموح اني اكتب لأكتر من اللي كتبت لهم حقيقة بس اكيد ما عندي ما عندي ما عندي رفض لحدا كل اللي بصوته بيقنعني واللي فنه بيقنعني انا اكيد بكتب لهم نعم برأيك الفنانين باللبنان وهذا ربما السؤال اخير بعد وادعنا دقيقتين، الفنانين بلبنان عم بيعملوا دورهم يعني الفنان إیل lamwa dirgur, ڭemalen في منهم عم بيعملوا دورهم ملاقيها برا ب� إشارة برا ببلاد المتحضر أملاقي انو مادونا مايكل جاكسون أي حدا عنده مدارست عنده مستشفيات عنده وعننا بلبنان كتير مبادرات أنا بعرف كتير فنانين عندهم هالمبادرات وعمدهم هالمده التي müsste الございます لكن في منهم بحبوا ما يضوع لها وفي منهم بحبوا كتير اذا عملوا شغلة بسيطة هيدا غلط بس أنا بعرف في ناس بيعملوا في ناس ما بيعملوا في ناس ناتر ما بيتعاطوا مع المعلاقة بس في ناس عنده دور خاطنا بهاله لا لا بهال الواقع المرحلة أنا بعرف في ناس عم يشتغلوا بس مش ضروري يكونوا تحت الضاو يقولوا نحن عم نشتغل هالأعمال نعم بدنا ننهي الحوار اللي هو كتير سريع 20 ديئة بس طبعا نطمح إلى أكثر من هيك تجربتك مضيئة وممتدة يعني ما فينا نختصرها أبدا بهذا الوقت بدنا ننهيها بقصيدة على زواءك ربما جديدة أو ما غلنت بالقصائد خليني يقول خليني يقول قصيدة أنه أنا من 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 فكرة أنه نحن ما حدا باقي بهالدني كلنا سيب ماشيين وكلنا في نحن بيتين شعر أنا بحبهني كثير وبقول أنه الناس لازم تظل متلاقة مع بعضها ولازم تظل تعمل الخير ولازم تظل إيدها ممدودة للناس أكيد وكل شيء إلو بداية بهالدني إلو نهاية وكل طلعة وكل طلعة في قبيل ناس ليه وكل شيء إلو نهاية حتى الأزمات وحتى المحن الصعبي وحتى الأيام المرة في إلو نهاية مثل الفرح لما كمان إلو بداية إلو نهاية كله مرنس يا مرنس أنا بدي أقول كل شيء بهالكون بهالكون انت ضايف لا تزعي لحدا مش محرزي تربي بمشوارك عدا بهالكون انت ضايف لا تزعي لحدا مش محرزي تربي بمشوارك عدا كل شيء ابتدى بهالكاون بده ينتهي وما بينتهي إلا اللي وحده ما ابتدى الله الله شكرا لك سيد نزال عنا شي جديد هلأ نازل عندي أعمال عندي أكتر من عمل مع أكتر من نجم ومن مطرب عم بشتغل كنت أنا وياهون وعم كفي أنا وياهون منذون ما نذكر أساميتها حتى ما ننسى لكن اللي اشتغلت أنا وياهون بعضهم موجودين وبعضني أنا وياهون عم نشتغل وعنا تحضيرات بستوديو وعندي أعمال عندي مشاركة كتير بعتز فيها مع مع كراكلا بعمل أنا تلمزتهم على فكرة كنت معهم بالفرقة عم يشتغلوا عمل جديد عم يشتغلوا مسلح جديد وأنا عم شارك في التحضيرات يعني بعضنا لكن أنا الحمد لله بشكرهم وبشكر ثقاتهم فيي على العمل هذه ليش أول مرة أستاذ عبد الحليم هو رمز رمز لبناني من قلاع ما بيتكرر ما بيتكرر نعم بالتوفيق لك سيد نزارة فرانسيس نوارتنا شكرا لك بصباح اليوم وبشبابيك نتمنى لك للتوفيق مشاهدينا نقف مع بريك وأنا عود موسيقى 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 موسيقى